ديناتي معاد موجز لهم الأخبار مع منا شكراً لكشازلي أثامنا صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالتدقيق في مستوى كافة الخدمات التي ستقدم لقاتني مدينة المنصورة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس سيسي مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان وأوضح متحدث رئاسة أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان خاصة مشروع التجل الأعظم بسيناء ومدينة المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري الإسكندرية فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سيكان لكل المصريين وخلال الاجتماع وجه رئيس سيسي بالاستمرار في بدل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية من جميع أنحاء العالم أعربت مصر عن التهنئة للشعب الكيني على المشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وأكدت الخارجية تطلع مصر للدفع قدماً نحو مواصلة تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى أفاق أرحب خلال الفترة المقبلة بما يتنسب مع الروابط التاريخية التي تجمعهما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة وفد الوكالة الدولية للتاقة الدرية إلى محطة أبوروجيا النووية عبر روسيا أمر محفوف بالمخاطر وستكون موضع مفاوضات وأكدت الخارجية الروسية أن كياب لا يمكنها ضمان سلامة موظف الوكالة الدولية للتاقة الدرية إن قرروا الوصول إلى المحطة عبر الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أولكسي زيرينكوف خلال اتصال هاتفي احتياجات أوكرانيا الفورية وعلى المدى الطويل من المساعدات الأمنية وخلال الاتصال استعرض الوزير الأوكراني التحديثات الخاصة بالموقف في أوكرانيا كما بحث الجانبان التخطيط للاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وتعهد بمواصلة الاتصالات الوثيقة بين الجانبين أعلنت باريس أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفق خلال اتصال هاتفي على العمل سويا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكران ومودي ناقش في مكالمتهم الهاتفية ناقش العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في بقية أرقاء العالم قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتاريش سيسافر غدا إلى ليبيف في أوكرانيا للقاء الرئيس بوليديمير زيلنسكي وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن جوتاريش سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسودي الجمعة المقبلة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته الضخمة للمناخ والصحاب بقيمة 430 مليار دولار وأصدر قانون نافذا وفي حفل بالبيت الأبيض اعتبر بايدن الخطة حيازا من الديمقراطيين إلى الشعب الأمريكي بإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف لمحاربة تغير المناخ وخفض انبعاثات الغزائر المحلية المسببة للاحتباس الحراري وكذلك خفض أسعار الأدوية نهاية مجزة ثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر باديل فسنة ترجمة نانسي قنقر